اشتركوا في القناة ما عرفة لدي سؤال يعني إذا ممكن حضرتك دائما تستشهد بالسيرة النبوية وتنكر وجود النبي وأحيانا تستشهد بالرسول والأحاديث وتنكر وجود القرآن يعني تنكر صحة القرآن طبعا عرف أي تفسير يعني منطق مقنع حتى نستدل عليه نحن عن نفسي ما أعتقد أنه كان هناك شخص اسمه محمد أو على الأقل ما أعرف ما ثبت لي أنه كان هناك شخص اسمه محمد ولكن عندي تراث لشخص اسمه محمد بمعنى عندي أقوال تنسب لهذا الشخص عندي حياة تنسب لحياة هذا الشخص مع الناس الذين كانوا معه المشكلة مو أنه عندي هذا التراث المشكلة أنه يعامل هذا التراث على أنه حقيقة وعلى أنه من عند الله وأنه منزل من عند الله وعليه يكفرون الناس وفق هذا الكلام اللي موجود يلعنون الناس وفق هذا الكلام اللي موجود يقتلون الناس على وفق هذا الكلام اللي موجود يسبون الناس وفق هذا الكلام يضربون الناس وفق هذا الكلام يضطهدون يحتقرون يتنمرون يتعنصرون وفق هذا الكلام اللي موجود في هذه الكتب التي وهذا التراث فبالتالي يوم ما بستشهد من هذا التراث أنا بستشهد على من يؤمن بهذا الغباء من يؤمن بهذا الكلام اللي موجود بهذه اللا أخلاقية اللا إنسانية اللا منطقية اللا علمية وبالتالي أجي وأقول هذه بضاعتكم شوفوا وين الأخلاق وين الشرف وين الإنسانية وين الكرامة وين العلم وين المنطق في هذا الكلام على هذا الأساس أنا بستشد فيه وإلا أنا عندي هذا كلام لا يثبت ولو خرج الناس وخرجت الأزر وكليات الشريعة وعلماء المسلمين قالوا أن هذا الكلام كله كان كذب أنا بحياتي ما راح أطلع أتكلم عن هذا ولكن أنا باتكلم عن هذا لأن الناس يعني يؤمنون بذلك بأنه هذا هو الدين وبالتالي أنا أطلع هذا الذي أنت تؤمن به تفضل شوف هل هذا الأمور أنت ترضاها؟ إذا ترضاها فأنت تعيش بعقول القرون الوسطى وإذا ما بترضاها حاول تلاقي لنفسك حل في هذه المعضلة يعني إذا نكرنا السنة والتراث هذا كله يعني نكب وما نسند عليه من القرآن إلى ناخذ من القرآن من القرآن إلى حصن المسلم كله كيف يعني؟ كله كله لما أقول لك التراث أقول لك من القرآن إلى أصغر كتيب موجود في العالم الإسلامي كله هذا كله أنا أسمي تراث إسلامي معاك حق أنت وجهة نظرك بس يعني الغير ممكن ما يقتنع بهذا الكلام أنا ما متوقع يا حبيبي أنا طالع من المساجد تعتقد أنه أنا لما يوم أجلس أتكلم هذا الكلام أنا أعتقد أنه الناس راح تصفق لي أكيد ما راح تصفق لي بل أنا اليوم أقول هذا الكلام أنا حامل يعني راسي على كفي وأنا بعرف أنه هذا الكلام له ضريبة ولكن أنا ما بأعمل هذا شيء عشان الناس بأعمل هذا شيء عشان إنسانيتي عشان نفسي عشان لاني لما اذكر كيف كنت انا ادرس الناس واخليهم يؤمنوا بهذا الغباء واتوجع من جواتي عشان يزيل عني هذا الوجع اعرف كيف انا ما بهمني مين اللي راح يقتنع ومين اللي ما راح يقتنع ولكن بقوم بواجبي بتكفير عن غباء الذي انا كنت موجود وادرس هذا لهذه الشريعة الغبية انا مش فارق معاي مين اللي راح يؤمن مين اللي ما راح يؤمن بقدر ما مهتم انا بالدرجة الاساسية اني ارمم انسانيتي لا عفو انا اقصد انه صعب تغير قناعة يعني مجتمع اثنين مليار بشر يعني ان الصعب انا ما راح اغير ولكن الناس هي راح تتغير لانه الناس كانوا قبل مئتين سنة كانوا يؤمنون باسلام اخر مخالف لهذا اللي موجود اليوم والناس اليوم يؤمنون باسلام مختلف واثنين مليار شخص بس اذول الناس مش كلهم يؤمنون بنفس الطريقة لذلك انا ما بيهمني الناس تتغير انا بانه يترك الدين انا يهمني الناس تقدر يكونوا احرار يكونوا قادرين على انهم يعيشوا مع بعض بدون ما يقودهم شخص حقير سافل فقط لانه اسمه شيخ او امام او عالم او داعي او خطيم ويأتي يكفر ويحلل ويحرم ويدخل في كلسين الناس ويدخل في حياة الناس ويبين للناس كيف يتنفسوا انا هذا اللي بارفضه وهذا اللي باتكلم عنه اكيد يعني معظم البشر يعني هما مو على قناعة يعني وحدة كل شخص له قناعة معينة بس هذا الدين يعني هذا عقيدة يعني التراث يعني صعب ان ننسف كل هذا الشيء شو اللي صعب يعني شو اللي هو صعب برأيك يعني شون صعب تغير قناعة يعني طفل يعني من اليوم من الصعب تقنعه بكرة اذا عندك فكرة معينة فكيف انك هذا تعرف هذا الشاب اللي موجود معانا هنا فوق اللي مكتوب على اسمه الاستاذ احمد الحرقان اعرف تعرف مين هذا الرجل يعني حاضر له بعض يعني كم مرة هذا رجل كان حافظ للقرآن بدرس الدين من طالب لمن طلبة العلماء كيف اتغير هذا الشخص هو حر يعني موقع انا ما بتكلم عن الحرية انا اقول اذا احمد حرقان قادر يتغير كل الناس قادرة يتغير استاذ محمد يعني اليوم مو اليوم افهم روبين هود حبيبي رجل حافظ القرآن من هو طفل هو بيحفظ القرآن مثل ربي في المساجد يعني حياته هي هكذا عرفت كيف لما شخص مثل هذا بيقدر يتغير كل الناس يكون قادرة تتغير استاذ محمد بس اكو اكو ناس اذا تشيل عنها الغطاء الديني ما تصير يعني تقلب وحوش يعني ممكن يعني الله اكبر يعني تشوف السرقة تشوف الغش يعني تشوف اشياء يعني انت انت يا روبين انت مسلم انا مسلم اه انت اذا اذا طلع منك الدين راح تتقلب لوحش لا اكيد لا طبعا ايه اكيد وانه ليش تتوقع ان الناس راح تتقلب لوحوش ما عرفة يعني انت سمعت اخونا اللي كان معانا قبل شوية اللي كان من المانيا اخونا هذا قال لك انه انا كنت قبل كنت جدا مزعوج ومكتئب وكذا الان بعد ما ترك هذا الهبل صار صار يشعر بالسعادة يشعر بالطمأنينة يشعر بالراحة الموضوع مش مثل ما انت متوقع الموضوع مختلف تماما انت لما تعتقد انك عبد وفي ناس براقبوك لان نهار اسمهم رقيب وعتيد ها انت لما تعتقد انه في الى راح يشويك في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب عرفت كيف انت لما راح يقول يروح عندك هذه الهلاوس اللي زرعوها في راسك راح تتحول الى انسان يعني في غاية السعادة بعكس تماما اللي انت تتوقع وليذول العلماء النصابين صوروه في راسك انك انت راح تتقلب الى انسان الى كائن سيء صحيح اي انسان يعني هو ما عندك يعني فكر معين اكيد راح يتصرف مثل ما هو يريد صحول لنا طحنا مشكلتنا انه هذا التراث وصعب ننسفه يعني مجرد كفكرة او كشخص ما عجبوا هذا الشيء مصعب مصعب ما في حاجة صعب هذا التراث تراث غير اخلاقي غير انساني وهدمه اسهل من بقاؤه بكثير ومن مصلحة الناس انها تغير هذا الغبائل اللي لانه هذا ملوش علاقة باي شيء يعني زين كيف يعني قبل ما كان موجود هذا الشيء ما اعتقد ذي يعني طول يتغير يا حبيبي الان العالم تغير الان الان انت قادر تتكلم مع الناس وهي في المطبخ وهي في التواليت وهي تحت الفراش وهي في كل مكان عرفت كيف انت صوتك بيوصل للناس في كل انحاء العالم اليوم عرفت كيف انت ما عدت انت تحتاج انك تروح تجلس في بيت صديقك تعمل اجتماع سري عشان تلتقي بخمسة اشخاص مثلك هذا الزمن انتهى اليوم الناس جالسة في بيوتك انا الان جالسة في سيارتي طالع برة بعد ما قضيت اشغالي جالس كذا يعني ركنت السيارة وجالس اكلمكم عرفت كيف وانت ربما جالس في بيتك واحد ثاني جالس في الشغل رابع جالس في مثل ما طلع اخونا ابو سعج كان جالس في الحديقة عرفت كيف كل واحد في مكان معين الان انت ما عندك صعوبة ولذلك هذا الكلام راح ينتشر بين مئات الملايين من الناس ولكن ما راح يصير هذا الكلام بين يوم وليلة لابد ان ياخذوا وقته طبيعي هذا شيء طبيعي ماشي استاذ محمد شكرا لك شكرا لك احباتي لك دير بارك على حالة كل الهلاب اضيف حاجة بالنسبة لأخونا روبين ان الدين مش بيردع المجرمين عن ان هما يعملوا الجرائم بتاعته المجرمين بيعملوا الجرائم بالرغم من تدينهم واحيانا بيستغلوا الدين عشان يخبوا جرائمهم كمان الدين بيفتح نافذة عريضة اسمها نافذة الاستغفار وهي غير موضوعية يعني مش موضوع ان انت تعمل كل الخطايا والجرائم وتقول استغفر الله العظيم ودي بقيت كل مشكلتك الافضل ان انت متعملش الجرائم من الاساس مش ان انت تستغفر حد مش هستفيد حاجة لما انت تستغفر الله العظيم بس هستفيد كتير لو انت كنت انسان صالح ومعملتش جرائم خلامك صحيح استاذ احمد وهذا من 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 اكثر الامور يعني خطورة في موضوع الشريعة الاسلامية انه هو يعني طالما ان انت الذنب اللي بتعمله هو دون الشرك فانت يعني في لحظات كثيرة قد تستسيغ انك تعمل هذا الذنب بدون ما بيكون فارق معاك يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وانا اذا بتابع انا امكن سبق وتابعت ناس يطعنون في التراث الاسلامي بس ما كتاخذ منهم لان الناس ما يدرسوا ما خرجوا من البيئة ذي قد تدرجوا هلا قد يكون لكن ناس زيكم قامات يعني انا سبقهم مشايخنا انتم لما تطلعون انا والله استثير يعني غضب من مشايخنا اندي ساكتين بعد ذلك احيان التمثل من العذر لان ذول حفاظ ما هم عقلاء ما فكروا انتم الوحيدين اللي ناس اللي فكرتوا في التراث يعني فكرتوا في الفكرة النقدي للتراث تعال ايش الكلام هذا كيف انا اسيره كيف امشي وقف تعال اراجع الكلام هذا مرة مرتين هذه حاجة حلوة والحاجة الثانية يمكن انتم لو كنتم ملل ثانية يمكن ما اخذ منكم لو انتم مسيحيين مثلا اخذوا لا اكيد يعني يعادوا لكن لما تكونوا من نفس الامة من نفس المرجعية هذا الشيء يأثر بشكل كبير حلو هذه نقطة اولى النقطة الثانية عندنا اشكالية اللي هي الاشكالية انه اذا خرجنا الناس من قيمة اسلامية بحيث انه احنا نعتقد انه عندهم قيمة انسانية وهذا الشيء خطأ يعني احنا مشكلتنا من الشمعات العربية لا تروف على القيمة انسانية للأسف مجرد قيم دينية لو كان الاسلام هذا نفسه في اوروبا او الشعب الاوروبي او الغربي يمكن تلق TH harou wao islam ولم تلقى عندهم الغش والتدليس اذا اصلا هم عندهم قيمة انسانية لكن عندنا مشتمعات العربية و crayو Nizam لايصاب بديل لها يجي الانسان الآن في المجتمعات الاسلامية والعربية تجد أسوأ أنواع الغش والتدليس حتى أنتم كنت تعيشوا في مشمعات غربية كنت تعامل مع إنسان غربي لا ديني يمكن تلقى فيه الصدق والأمانة ما تلقاه في المسلم وهذا إشكالية يعني هذا الإسلام الرمق الأخير للقيم الإنسانية لو خرجه من الإسلام يعني بما فيه شوية من القيم الإنسانية هذه حاجة النقطة الثانية النقطة الثالثة والأخيرة أنا لما نبقى أنكر الإسلام أو أجهده أفكر في التراث الإسلامي كيف المكاتب سطرت والكتب والمجلدات اللي لا بحر بحر بصراحة يعني هل هذا النبي لو إنه كذاب كان تلقى منه ورقتين ولا ثلاثة ولا آمن فيه لكن لما تجد التراث العظيم هذا من الكتب وذاب مختلف الأطياف يعني تجد يعني حاجة رهيبة شايف يعني صعب أكبر بكل هذا هؤلاء العلماء والدكاوتر والجامعات وكل هذه تصير صبر فهذه يعني الأشكالين اللي عندي أنا أتمنت يعني تجاوبون فيها أنت والأستاذ الحرقان تحياتي لكم ومحباتي شكرا لك حبيبي حبر الأمة شكرا لكلامك اللطيف أستاذ أحمد عندك تعليق لا كلام مضبوط كلام في الصميم نعم حسنا تعزيزي شكرا لكم 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 مرحبا يا علاء أنا أستاذ محمد أحمد حرقان كيفكم يا أبطال يا فرسان النور أنا أعتبركم فرسان نور أنتم نفسي بخير تسته أنا ربي يسلمكم بس أنا عندي 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 إيمانيات فأبغي أطرحها ما أدري شو رايك فيها يعني ممكن موضوع يعني طرحة جديدة يعني نغير شوي يعني فأنا عندي من الإيمانية اللي أعتقد فيها موضوع التقمص بالولادة الجديدة اللي سموهنا شو هذا التقمص بالولادة الجديدة يعني الآلية الكون يعني المورائية هي في أن الوجود البشري نفسه هو امتداد للتطور ولكن على مستوى روحي بمعنى أن الإنسان لما يموت تطلع روحه يصير نوع من يعني مثل الحساب ما هو الروح اللي بيطلع شو هذه الكلمة يعني؟ يعني إذا بعطيها مثلا مسمى علمي بسميها نشاط كمي بالنسبة للروح يعني الإنسان ونفسه يعني نشاط كمي شو معنى هذه الكلمة؟ الروح نقدر نقول عنها الوعي الكونشيس الوعي اللي هي إنتاج الدماغ يعني الأخبار والتصورات والمفاهم وكذا بس فيها إرادة حرة وفيها مخزون مرتبطة حنا نقول أنا أمن بوحدة الوجود أنا لا ديني أمن بوحدة الوجود مسلم سابق فوحدة الوجود بمعنى أن هذا الكون كله هو واحد ونفس الوقت الواحد هذا شاء أن يجعل الأرواح النشاط الكمي أن تتطور خلال الحيوات بمعنى تبدأ بخلية فالأمنين جبت وأنت؟ هي معتقدات قديمة موجودة تؤمن بنفس الفكرة يعني شو اللي خلاك تؤمن بهاذا الشيء؟ في معتقدات قديمة قراءات قديمة تعتقد بنفس الأديان القديمة تعتقد بنفس الفكر وحدة الوجود وتعتمد على أساس أن الإنسان بالإرادة الحرة هو يختار السلوك اللي بناء عليه لما يتطور التطور هذا نفسه اعتمد على إرادة الحرة بمعنى اختيار سلوك معين لها انعكاس مادي فكر معين لها انعكاس وتجلي موجود في الكون فالفكرة أن الإنسان لما يموت تطلع روحه يصير له نوع من الججمنت غربة له وبناء على وعيه الكونشيس يصير له الجد مثلاً إنه ولد في طالبان إنه ولد في الصومال إنه ولد فيه بناء على لأن كل شيء سيتقدمه لا بد له من انعكاس ما دليل على هذا الشيء؟ ما في دليل علمي صالب نعم ما في بس طبعاً جامعة فرجينيا جامعة فرجينيا أثبتت من خلال أكثر بدراسة أكثر من 45 سنة قامت بتجارب أو بحوث على أطفال تذكروا حياتهم السابقة يعني الطفل تذكر أنه كان امرأة سمراء وماتت في الموقع أنا يعجبني شخص يعطيني تجربة أنا أقدر أشوفها يعني يعني بمعنى أنا الآن شو رح أتذكر من حياتي السابقة فهمت عليك السيد محمد وسلمقصد بمثل هذه العلم الحالي ما يقدر يكتشفها يعني يعني بما أنه هذا إذن كلام غير علمي أما في عندنا طفل عنده هلاوس أو عنده تصورات أو عنده يعني تخيلة أنه كان عنده تصور آخر أو حياة أخرى هذا كلام بس أخي السادي محمد القاضل بس أكمل لك إياها يعني مثلاً طفل تذكر أنا بعرف هذا الكلام بعرف هذا الكلام اللي بتقوله بعرف هذا الكلام وكان عندي صديق يعني عنده إيمان بطريقة يعني حتى إحنا أنا كنت أتى يعني أجلس وأقول له أنا المرة الجاية لما راح أرجع ما راح ما بدي أرجع إنسان مرة ثانية وما بدي هذا الكلام بدي أرجع كالسهلية عرفت كيف أكون ندلس نضحك بهذه الطريقة إلا هي الفكرة اللي أنا أؤمن فيها إن الإنسان يضل إنسان ولكن يتطور آآ آآ اآ ماذا أ ، آآ ب وحتى كنت أدلس أقول له لهذا الاخ يعني كان عندنا الصداقة وإحنا من عالمين مختلفين تماماً فكان هو كان يعني يقول له وإنا كنت يعني ساري في هذا الكلام وأقول له يعني أنه أحنا كنا أصدقاء في مكان آخر يعني بطريقة أو بأخرى يعني صحيح بناءًا على الوعي فتروح لعالم موازي مثلاً هذا الكلام ملوش قيمة تعرف لش ملوش قيمة يعني الآن أنا مثلاً أحب الأستاذ أحمد أعرف كيف وبالتالي أتواصل معه أتكلم معه ويصير بياناتنا ألفة فشي طبيعي راح يصير عندي نوع من الدماغ هو هكذا الدماغ عنده قدرة على أنه يصور لك أمور لم تحدث ويخليك تقتنع بيها هذا هو أعقب على كلامك أستاذ محمد في بالنسبة لجامعة فرجينيا لما قامت الأبحاث يستحيل طفل أقرأ عنها في الجوجل اكتب جامعة فرجينيا لا لا تقول لي اكتب تقول لي شو اسم البحث والله ما يحضرني أنا قرأت أكثر من البحث ولكن موجودة جامعة فرجينيا وأكاديمية يعني أننا في بحوث تجارب على أطال 2700 حالة قاموا بإثباتها يا حبيبي لاحظة تعرف جامعة أنت تقول لي يبحث في جامعة فرجينيا شو أبحث لا لو تكتب في الجوجل مثلا تجربة ترينكورنيشن جامعة فرجينيا بتطلع على طول في الجوجل وياك خلاص السادي محمد بناقش مصطلحين فعل من نفس بذكرهم على السريع وخلاص يعني شكرا جزيلا أنك أعطيتني هالفرصة في متلازمة السوق هولم والشخصية المازوخية الماسوشية لأنه اللي حاصل مع كثير من الناس بل أخص المسلمين للأسف الشديد لما يؤمنون بكيان وهمي مثل الله بيعذبه بيؤمن بصفاته متكبر متجبر قهار مذلمهين فلما يؤمن بهذه الصفات ويخشاه ينزل بموجة الدماغية إلى موجات الخوف ألفا ستيت أو الموجة الحيوانية أو الموجة الزاحفية في الدماغ دماغ الزواحف فيمشي على غريزة غريزة البقاء فقط بمعنى أن كل سلوكه يكون تحت وطأة الخوف بمعنى أنه قد يقدر قد يكذب يعمل جميع الحياة اللي يبقى على قيد الحياة بنفس الوقت يعاني من متلازمة ستوكهولم بمعنى أنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة إلا بوجود الجلات يعني لا بد أن يؤمن بوجود جلات أو لن يبقى على قيد الحياة يعني ليش لأنه مؤمن بوجود كيان وهمي الله بيعذبه فبالتالي انعكاس هذه العملية وجود مثلا سلطة سياسية تقوم بتعذيبه وهو يرضخ للقوي المتمكن لا يملك أخلاق إلا الرضوخ للقوي المتمكن فالأيدولوجية نفسها تخلق نوع من هذه الشعوب هذه الفكرة أستاذ بس قل لي شو اسمك أنت أناديك بأي صباعي صباعي مسمي عمريانا بس أعطيني اسم أناديك بي يا حبيبي سمني مؤمن مثلا لأن عندي إيمانيات طيب لا بس هذه الآلية موجودة في غرائزنا من قديم الأزل أصلا وهي يعني من غرائز أو من شو بيسموها من ميكانزميات البقاء التي إحنا ورثناها لأجيالنا لأنه ببساطة شديدة أنت قبل يعني ثلاثين وأربعين وخمسين ومئة ألف سنة ما كان عندك رفاهية أنك تجلس تناقش تناقش فكرة أنه هل هذا الكلام صحيح لا أنا أبدي أعترض اللي كان مجرد يفكر أنه يناقش كان يموت ببساطة شديدة الناس كانت تعيش في الغابات في مناخات في أجواء في أوضاع في غاية الخطورة في غاية الصعوبة في غاية التوحش لما الأب لما رئيس القبيلة لما الأم لما الأخ الكبير لما العم لما الجد كان يجي يقول اطلعوا بسرعة كان أمامهم بالضبط عشرين ثانية عشان يطلعوا بسرعة اللي جالس يقول ليش أطلع وشو صار ما كان فيه وقت لأنه الناس كانت رح تطلع هذا اللي بده يكتشف الخطر بنفسه كان رح يكون يعني وليما للنمر للدب للقرد للأفعال لأي حاجة لذلك هذا الكلام احنا ورثناها فبالتالي عملية وجود الإله هي الأصل في وجداننا هي الطريقة الطبيعية لعملية الأبل الحكيم القائد العارف القاسي لمصلحتي اللي بيضربني من أجل مصلحتي اللي بيعرف كل حاجة هذه آلية بس يعني شو بيسموها يعني هذه آلية طبيعية في حياتنا احنا طورناها عشان نستطيع أن نبقى نعيش يعني وبنفس الكلام لذلك القطيع لما شخص من القطيع يحس بالخطر الحيوانات الكذا الكل بيصير يجري ما حدا بيفكر لأن هذه من الشو بيسموها من يعني آليات الدفاع عندنا وآليات البقاء عندنا يعني ولذلك طورناها الآن هذا الكلام اختفى لدينا لم يختفي لدينا ولذلك هذا الكلام ربما يحتاج أنه نبقى يعني نورث طريقة جديدة في الحياة يعني تمدد لعشرات الآلاف من السنين حتى نستطيع أن نورث للأجيال القادمة طرق جديدة في التفكير وطرق جديدة في التعامل وتلقائيتنا في التفكير وكل هذا الكلام ولذلك في طبيعي أنه يكون عندنا فكرة الإله فكرة الإله هو أصلا جزء لا يتجزى من فكرة الأب أو فكرة الأم أو فكرة الرئيس القبيلة هكذا هو الإله يعني عقب السادي محمد مثل الإنسان المفترس لما يلحق وراء الفريسة الفريسة طبعا تفرز فيها هرمونات الطواري وبالتالي تكون عندها قوة عضلية يوقف عندها الجهاز الهضم يوقف عندها جهاز المناء عجزة كثيرة في الجسم متوقف بحيث أنه كل النشاط الحيوي يركز على أن الفريسة تشرد بحياتها ولكن في المقابل الهرمونات هذه بتاكل من اللي هي الكورتيزول طبعا هرمون الكورتيزول اللي يأكل للهرمون الطواري النور بالنفرين والدرينالين بيأكل من عظمه من شعره من عضلاته حتى يحوي العضلات إلى جلوكوس طاقة فالعملية هاي منهكة نفس الشيء الإنسان مثلا لما يخاف ويخاف أن الصلاة لما فيه قوانين للعقل الباطن العقل الباطن هو المسؤول عن العمليات الحيوية في جسم الإنسان فلما يبرمج الإنسان أنه إذا ما صلى بيدخل النار قوانين العقل الباطن ما يفهم الزمن ما يفهم المستقبل يفهم اللحظة فهو الحين يشعر أن هناك مفترس وفيفترس وهي غريزة حيوانية فتفرز فيه هرمونات التوتر والكورتيزول فأول ما يخلص الصلاة تفرز بعدين هرمونات السعادة كأنها نجاة من الموت تأتي نشوة النجاح من الموت وتفرز هرمونات سعادة دوبامين إكسيتوسين سايتوسين فيه هرمونات كثيرة أندروفين فتفرزها بالدوبامين بالأخص الذي هو الإنجاز إنجاز النجاح من الموت فيشعر بنشوة وسعادة فالعملية هذه أصلا لما تتكرر مع الإنسان بالأخص المسلم خمس مرات في اليوم وبشكل مستمر دائما في خوف الموجة الدماغية ما ترتقي تظل في ألفة ما ترتقي إلى بيتا بيتا العالية فما تلقى عنده حسب هارم ماسلو الاحتياجات الفسيولوجية لازم تكون عند الإنسان مثلا مستقرة موجودة احتياجات الأمان والحاجة والطعام والشراب بعدين الاحتياجات الاجتماعية يصل الإنسان بعدها إلى الإنجاز أو إثبات الداتا الذي يريد أن يبقى كل ما يقدر أن يطمح إليه نعم فما بيوصل لهذه المرحلة اللي فيها الإبداع والابتكار والعقلانية والعقل الإنساني يبدأ يشتغل فيه إلا إذا ما كانت عندها مخاوف من الوهم نفسه ولكن هم يبون الوهم هذا لأن الشعوب لما تكون تحت الوهم وطعة الخوف يكون بغرائز حيوانية وغرائز الحيوانية لأن هناك عندنا ناس يصلون إلى هذه الدرجة من الإبداع وإن كان متعلق بعالمهم الخاص ولكن يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الإبداع من تأليف الكتب من كتابة طروحات إلى آخر رغم وجود هذا التدين أي بس ولكن غالبا المتدينين بتلاحظ عندهم عملية الابتكار والغوص في العمق بتكون غير موجودة لا وما تستطيع أنها ترجع للتدين بحد ذات لأن هناك عوامل كثيرة من أهمها هو عدم توفر البيئة المناسبة لهذا الشخص لكي يتلقى التعليم السليم لكي يتلقى التدريب السليم لكي يتلقى التحفيز السليم شو بيسموه للوط thorough لأنه هذه الأمور هي التي تؤدي للإنسان لأنه يكون مبدع طبعا مع وجود قدرة جيدة من الذكاء إلى آخره ولكن الظروف الموضوعية لكي يتحول هذا الإنسان من كائن بسيط كائن على الهامش الذي تحول إلى مبدع أو كائن منتج بالفعل يحتاج إلى توفر الشروط الموضوعية لديه وهذه الشروط الموضوعية في تصوري على الأقل ليس خاصا بالتدين وإنما خاصة بهذه الأمور المحفزة له على هذا الكلام إذا كانت هذه الأمور المحفزة مع وجود هذه العوامل تهيئة الظروف المناسبة هو إذا وصل إليه توفرت لديه فبالتالي يستطيع أن يتحول إلى كائن مبدع وهذا الكلام نرى من خلال مشائخ كثر لديهم درجة عالية من الذكاء لديهم قدرة رهيبة جدا على الكتابة على التأليف على الغوص في علوم تحتاج إلى قدرة ذهنية عالية جدا مثلا أعطيك مثال شخصية مثلا لا أدري إذا الأستاذ أحمد قرأ له من قبل أو استمع له من قبل شخصية مثلا مثل سفر الحوالي على سبيل المثال شخصية مثلا مثل حامد العلي على سبيل المثال حد شخصية مثل أبو اسحاق الحويني يعني على سبيل المثال هناك درجات ذكاء عالية جدا لديهم وهناك درجات من القدرة على الإبداع على الأقل في مجالهم الذين هم متواجدين فيه ولكن كلها تحت وطاة الخوف يعني اللي بأقصد الصدر لا 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 مش تحت وطاة الخوف يعني أنا عن نفسي كنت رجل يعني متدين جدا ولحد الآن عندي بحوثات كتبتها في مسائل في العقيدة يعني من ثلاثين وأربعين وخمسين صفحة عرفت كيف؟ وكنت أدرس أنا العقيدة بكراسة الخاصة مش بكراسة بالأصول الثلاثة أو بالعقيدة الطحاوية وبهذه الأمور أحيانا كنت أدرس على هذه الكتب ولكن أحيانا كنت أدرس بكراسة الخاصة بشرحي الخاصة عرفت كيف؟ وأتناول الأبواب الأساسية التي أنا كنت أعملها هذا الكلام ما كان بداعي الخوف ولكن كنت أحب هذا العلم يعني سواء علم العقيدة أو علم السيرة أو علم التاريخ نعم أنت عندك شغفي ولكن تعاليم هي خوف نعم شغفي ولكن مش بسبب أني كنت خايف أعمل هذا الشيء نعم ولكن عقلك الباطن يحمل مخاوف يعني فيه مخاوف في صناديق عميقة موجودة فيها تعاليم الخوف ولكن المخاوف ما كانت مانعا لدي أني أنه يعني أشتغل هذه موانع موانع للابتكار إلى الوصول إلى حالة الإنجاز والإبداع وإثبات الدات أنا أعطيك مثال يعني أنا مرة اكتشفت شغلة اكتشفت كلام لابن تيمية عن الكرامية في أنهم لا يقولون مثلا هذا أنا لا أعرف إنسان على وجه الأرض اكتشف هذه المسألة ورغم أني متابع للعقيدة ومتابع لأقوال العلماء متابع لكذا روح أقرأ تصنيف الكرامية في أي كتاب للفرق مثلا على سبيل المثال كانوا يا شو بيسموه الكرامية تعرف الذين يقولون أن القول هو فقط أن الإيمان هو فقط القول باللسان على سبيل المثال عرفت كيف؟ أنا اكتشفت كلام لابن تيمية غير نظرتي للكرامية جملة وتلصيلة وهذا كلامه في كتاب الإيمان تعرف هذا الكتاب اللي طبع مستقلا يعني اللي هو كتاب الإيمان لما حتى أني لما ناقشته مع بعض طلبة العلم يعني هؤلاء كانوا يدرسون كتاب الإيمان ما وصلوا إلى هذه النقطة الموضوع ما ليش علاقة الخوف هذا نعم إذا كان خوفي يمنعك من الحياة هذا موضوع ثاني ولكن الخوف الديني الطبيعي الذي هو أنا بخاف من الجهنم بخاف من كذا نبكي في الليل كذا ما بيمنعك من وجود هذه الكمية من الإبداع التي أنت قادر أن تصل إليه أي بس الدماغ نفسها يعني فيه مادة رمادية فيه مادة بيضة الأيدولوجية الدينية اللي فيها الخوف وفيها الحيلة وفيها تزيد من المادة البيضة اللي هي مثل جسور بين قطاعات الدماغ المختلفة زيادة المادة البيضة هذه تقلل من المادة الرمادية المسؤولة عن الإبداع والابتكار يعني العملية الفكرية الفكرية بوجود المخاوف بوجود الحيلة بوجود الكذب هذا كلامك أنت نظري له هذا إحنا عندنا عشرات الحالات اللي قدامنا يعني أستطيع أعود لك يعني مشائخ يعني عندك أنت كمية إبداع لديهم في المجالات الذي تكلموا فيها يعني مثلا أعطيك مثال الأستاذ محمود شاكر على سبيل المثال الأستاذ محمود شاكر المحمود شاكر الحرستاني مش محمود شاكر الأديب المصري عرفت كيف؟ الحرستاني السوري عرفت كيف؟ وأستاذ محمود شاكر صاحب كتاب التاريخ الإسلامي أنت اقرأ هذا الكتاب مثلا اللي هو أكثر من عشرين مجلد أتحداك أنك تلاقي أحد كتب التاريخ الإسلامي منذ الناس كادت تكتبوا التاريخ إلى يومنا هذا بهذه القوة بس العفو الساد محمد هو محصور في نطاق ديني اللي هي تعاليم الخوف هذا هو اختصاصه حبيبي بس العفو هو ما ابتكر مثلا في الفيزياء أو الرياضيات أنا أحمد زوية هل كان رجل متدين عرفت كيف رجل مسلم ومتدين ورغم هذا وصل إلى ما وصل إليه من علم يستخيل إذا كان يحمل تعاليم الخوف ويؤمن فيها أن يصل إلى هذا الابتكار هو عفض أنت شو بتقول؟ العفو منك يعني هذا العلم يقول تذي يعني الإنسان القائف ما يرتقي في كلمة هذا هو أحد الأمور اللي يخليك أنك تنظر إلى هذه الإطلاقات اللي بتقولها هذا الإنسان كان متدين وليس هو يعني كل هؤلاء الأطباء كل هؤلاء الناس المتدينين يعني ولديه هذه الكمية الهائلة من الإبداع الذي لديه سواء كانت في مسائل جيدة ومسائل سيئة يعني في ناس يبتكرون الطرق من المافيات مثلاً وأؤلاء أكثر الناس اللي عايشين في الخوف عرفت كيف من العصابات الإجرامية يبتكرون طرق الشيطان نفسه ما يقدر يفكر فيها يعني عرفت كيف؟ بس منكم في قطاعات يعني ليست عميقة علمياً قطاعات في مجالات الحيلة في النطاقات المنخفضة هاي هاي المقصد أما الإبداع في نطاق علمي يتطلب أن الإنسان يكسر جميع الحواجز بحيث أنه يقدر يفكر بأي فكرة بدون أن تكون هناك عوائق فكرية خوف معين صناديق بها رعب تنزل الموجة الدماغية إلى موجة منخفضة أنا فاهم الكلام اللي بتقوله ولكن هذا الكلام يعني مش بهذا الحدية اللي تقوله أستاذ مؤمن لأنه بساطة شديدة هؤلاء الناس الذين حتى وإن كان لديهم خوف وخوف قوي جدا ليس بالضرورة أن هذا الخوف يؤثر على كل جوانب الإبداع في درجات عالية لأن الأمور مش بهذه الحدية مثل ما بتقول لأن هناك ناس يخشون النار درجة في الليل لما بيصلوا يخشون النار لكأنهم راح يحترقوا وبيصلوا وفي النهار يتحولوا إلى كائنات أخرى تماما بس العملية هل مؤذية جسديا حتى إذا أنا ما بتكلم عنه مؤذية أو لا أنا بتكلم عن وجود الحالة يقدر يفصل بين حالة الرعب الذي هو لديه وحالة الإبداع الذي هو فيه يعني الأولى ليست متعلقة بالثانية أو عفوا الأولى ليست مؤثرة على الثانية بس مثال سريع أستاذ محمد الآن لاحظ الأجيال عند الشعوب العربية الإسلامية وأجيال مثلا الشعوب المتقدمة بتلاحظ حتى الذكاء يورث عندهم الهدوء الاتزان النفسي يورث مش صحيح مش يورث عندهم نفس هذا الطفل تعال جيبه وربيه في بيئة عربية رح يطلع إنساننا بالضبط عربي بنفس المعايير العربية وأنا اشتغل الست سنين مع الأطفال كنت بالضبط أشوف الأطفال السويديين الذين يصادقون ويصاحبون الأطفال العرب حتى طريقة سلوكهم مشيهم طريقة تفكيرهم يتحول إلى أنماط من الشخصية العربية والأطفال العرب الذين موجودين في المدارس السويدية في أغلب ناس السويديين ويكونوا بعيدين طريقة تفهيرهم نطقهم كذا يتحول إلى عالم كلامك من السليم أبدا لا 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 يورث هذه الأمور بهذه السهولة مثل ما بتقول العالم العربي ليست العالم العربي ليست فيه شروط موضوعية لصناعة الإنسان ما لوجه علاقة بأن أنت متدين أو غير متدين مش هكذا الأمور حبيبي خوذة أستاذ محمد سموها خوذة الإله تعطي إشارات كهربية تحفز قطاعات معينة في الدماء أنا أعتقد أن هذا الموضوع يعني يحتاج جلسة أكثر أستاذ طفاية ما بطول شكرا أستاذ محمد شكرا أستاذ أحمد حرقان يعطيكم العافية أنتم فرسان النور النور والطبيعة والكون تحميكم وتنصركم شكرا جزيلا شكرا حبيبي كل الهلاء السلام عليكم تحياتي عليك السلام يا علب بس لو تغطيني اسم أناديك به بيبو بيبو نعم أهلا وسهلا سيد بيبو أهلا بك أستاذ محمد وتحياتي أستاذ أحمد حرقان طبعا أنا عارفه من من خلال كلاب هاوس يعني تحدثنا من قبل وأسمعته طبعا الطرح يعني بشكل عام الطرح اللي تقدمني يعني اللي سبغني يعني شبهي لمح يعني أنه أنا رجل مسلم الآن بس ولكن بقدر الإمكان يعني أبتعد عن التراث يعني بين قوسين لا تحط الناس في قوالب الرجل قال لك ببساطة لا بيؤمن بإله ولا حاجة هو في عالم ثاني تماما آه صحيح آه فهم نعم وفي نقد يعني من ضمن من ضمن المسلمين كان فيه فلاسفة وكان فيه نقاط فعلا وكان مثال أبو العلاء المعاري عام 363 آه هجري آه فتحدث يعني آه مثل هذا البيت الشعر الذي يقول أفيقوا أفيقوا يا هواتو فإنما ديانتكم مكرا من القدماء فيعني فيه كان نقد آه بشكل أو بآخر وكان فيه ناس ليسوا راضيين يعني بشكل عام عن آه ما أصبح عليه الدين أنا هذا رأي يعني أنه فيه ناس من ضمن المسلمين فعلا كانوا ينقدون بشكل أو بآخر الدين المتوارد أو الدين التراكي ما يسأل ما يطلق عليه الآن إن كان عند السنة وإن كان عند الشيعة فأنا ما بعرف يعني بشكل عام من تفكيرك أستاذ محمد بهال نقطة هاي بنقطة الأديان بشكل عام إذا ممكن تفيدني يعني عن مبدأ تفكيرك بهالموضوع من أجل أن أجل مدخل يعني يعني موضوع انتقاد الأديان من قبل بعض الشخصيات في ذلك الوقت نعم من خلال من ضمن الدين كانوا ينقدون الأديان وينقدون المذاهب وينقدون الترار كانت حالات فردية ما كانش لها أي قيمة ولكن هما يعني بعض الحالات كانت تطلع الذي كان يترتب عليها وجود فرق في الصراعات لتفسير النص مش للانتقاد الديني ولكن بسبب تفسير النص لأن النص عنده أصلا مبهم حمالة أوجوف فكان يترتب على ذلك الخروج بمفاهيم مختلفة هذه المفاهيم شو بتعمل بتسبب في خروج آراء مختلفة